معي من أسطنبول سيد يحيا مكتب عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري مساء الخير أهلا بك معنا سيد يحيا إلى أي درجة يعني يبدو أنها مرضية المقررات خاصة فيما يتعلق بمساعدات إنسانية ذكرناها لعاجلة لأكثر كما ورد معنا ومع هذا لأكثر 100 ألف مدني محاصر بريف حمص لما يقرب 40 ألف مدني بمدينة سقبة المحاصرة ولكن على الأرض سنتابع هذا خلال 72 ساعة التي حكي عنها مساء الخير لك ولمشاهدين العزاء الحقيقة في العموم يعني ما زالت هذه الجهود رغم تقديرنا لها دون المرجو الجميع يعلم أن مؤتمر أسيدانا الذي باشر جولته الجديدة اليوم يستهدف موضوعان أساسيان الأول هو ملف المعتقلين وهو ملف هام وهم جدا لأن نظام الأسد لا يريد على الإطلاق إطلاق صراحة أولاء الشهداء الأحياء الذين هم شهداء على كل أنواع التعذيب والتنكيل التي مورسات بحق المعتقلين على الجانب الآخر كما تفضلتم هناك موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وبشكل خاص طبعا لأهلنا في حي الوعر وأيضا في الغوطة الشرقية عموما الذين يعانون معاناة وكارثة إنسانية كبيرة جدا حيث أن عدد من الأطفال الصغار يموتون جوعا أمام أنظار أهلهم نتيجة نقص الدواء والغذاء وحليب الأطفال ما الذي تفق عليه أن يقدم ومتى ستصل مساعدات إلى المحتاجين الحقيقة نتيجة اجتماع اليوم مع وفد الأمم المتحدة وعدوا خلال الـ 72 ساعة القادمة أن تدخل هذه المساعدات وهي جاهزة في الشاحنات لكن دائما وأبدا المماطلة والعرقلة تتم من خلال نظام الأساد ويريد المساومة حتى على هذه القضايا الإنسانية البسيطة والتي هي بطبيعة الحال خلاف كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان بوفد الأمم المتحدة تحدث عن جاهزية فريق الإدخال المساعدات للغوطة الشرقية للغوطة وجنوب دمشق بشكل فوري وسيضغط على هذا باجتماع أستانا ماذا يعني هذا؟ يعني بكل صراحة وضوح الجانب الروسي اليوم هو الذي يملك كرت الضغط على نظام الأساد وإذا مارس ضغطا حقيقيا وهذا ما هو متوقع لن يمانع نظام الأساد في إدخال المساعدات مع الأسف الشديد تجدر الإشارة إلى نقطة هامة جدا أن هناك القرار 2139 الذي أقرته الأمم المتحدة يتجاوز موافقة نظام الأسد على إدخال المساعدات هذا القرار مع الأسف معطل ونعود إلى الحلقة الأولى وهي أخذ الموافقة من حكومة الأسد وكما قلتهم دائما يراوغون ويحاولون التسويف والضغط بكرت التجويع والحصار لا يوجد مع وفد الأمم المتحدة هذه المرة ورقة أو كلمة حاسمة فيما يتعلق بإدخال المساعدات إذن ما الجديد كان لديها إذا كنا سننتظر أيضا وافقة النظام وافقة حليفها الرئيس الروس أو إلا إذا طبق 2139 فيما يتعلق بأنه عدم انتظار أو يعني أن لا تعيق معارضة روسيا مثلا إدخال المساعدات يعني أستاذي ميسون نحن أمام سلسلة طويلة جدا من خيبات الأمل هذه ليلة المرة الأولى التي كل القرارات والوعود التي سمعناها وأدرجت في قرارات هامة للأمم المتحدة ذهبت أدراج الرياح الأمم المتحدة لا تملك قوة ذاتية لتطبيق قراراتها إنما هي إنعكاس لمواقف الدول التي تشكلها وهناك اللامبالاء التي نجدها من الجانب الأمريكي وعلى الطرف الآخر الدعم اللامحدود الذي يمارسه الجانب الروسي لدعم مواقف نظام الأسد هذه هي لبء المعضلة في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية وأيضا في قضية المعتقلين أنا أشكرك جزيلا طبعا مهم شق المعتقلين أيضا ربما بمداخلات لاحقة نتحدث عنه شكرا جزيلا سيد يحيى مكتب عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري كنت معنا من اسطنبول